موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي لعزاء طلابي درسنا لهذه الساعة راح يكون الدرس الرابع من الوحدة الثانية unit 2 lesson 4 وعنوان الدرس work or play عمل أو لعب بعض الكلمات المفتاحية والأساسية في الدرس audition أدا how كيف part دور kind نوع أو لطيف actor ممثل what ماذا scream يصرخ play معناها act يمثل how long كم المدة who من poster ملصق إعلاني break أو rest معناها استراحة الآن لدينا مقارنة وهو الموضوع القواعد الأساسي في الدرس مقارنة بين الماضي البسيط والمضارع البسيط أعزائي الزمن المضارع البسيط أولا جملة تتحدث عن حدث يتكرر باستمرار أو حالة ثابتة حالة شخص حالة شيء حالة مكان ثانيا جملة تحتوي على فعل رئيسي أعزائي يقسم إلى نوعين من الجملة جملة تحتوي على فعل رئيسي يعني جملة فعلية ومثالها we go to school everyday نحن نذهب إلى المدرسة كل يوم وgo هو فعل رئيسي نمبر ثري رقم ثلاثة جملة تحتوي على فعل مساعد هذه الحالة الثابتة جملة تحتوي على فعل مساعد وتسمى جملة اسمية والفعل فيها أما am أو is أو are وكلها بمعنى يكون مثلا he is a teacher هو يكون مدرسا حالة الثابتة إنه هو مدرس أو معلم الكلمات الدالة على الزمن المضارع البسيط هي ظروف التكرار adverbs of frequency always, usually, often, sometimes, never always معناها دائما usually عادة often غالبا sometimes بعض الأحيان never أبدا أيضا الظرف الزمان everyday بمعنى كل يوم لاحظ كل الظروف تدل على التكرار أو on زائد أيام مثل on Fridays on Mondays أيام الجمع أيام الاثنين هذا بالنسبة للمضارع البسيط أما بالنسبة للماضي البسيط past simple الزمن الماضي البسيط يتحدث عن حدث أو حالة هذا المشترك بين المضارع البسيط والماضي البسيط اثنين هم يتحدثون عن حدث أو حالة كانت موجودة في الماضي لكن الفرق في الماضي البسيط أن الحدث أو الحالة كانت موجودة في الماضي والآن انتهت ثانيا يتكون الماضي البسيط من نوعين من الجمل أيضا جملة تحتوي على فعل رئيسي جملة فعلية وجملة تحتوي على فعل مساعد was aware معناها كان أو كانوا مثال على جملة تحتوي على فعل رئيسي I went to school yesterday أنا ذهبت إلى المدرسة وwent فعل رئيسي بينما الجملة التي تحتوي على فعل مساعد فعل فعل مساعد تكملة he was a teacher هو كان معلما أو مدرس نتحدث عن معلم في الماضي الكلمات الدالة على الزمن أو الدلالات الزمنية هي أما yesterday last زائد وقت last Friday last month last year last معناها السابق وقت زائد ago ago مضت مثلا two days ago يومين مضت تاريخ قديم عندك أي تاريخ قديم أنا لازم أتحدث بالماضي الآن مطلوب من عدنا في هذا الدرس النفي في الماضي البسيط والمضارع البسيط والسؤال في الماضي البسيط والمضارع البسيط نبدأ بالمضارع البسيط نفي المضارع البسيط negative اسمه بالانجليزي negative نحن قلنا عندنا نوعين من الجمل فنفي الجملة الفعلية يختلف عن نفي الجملة الاسمية الجملة الفعلية النفي هذه قاعدة النفي هو إضافة not إلى الفعل المساعد يعني الجملة يجب أن يكون بها فعل مساعد حتى أضيف لكلمة not حتى أنفي الجملة ويصبح معناها لا يتم النفي بإضافة don't وdoesn't ناخذ الفعل المساعد don't do وdoes ونضيف لهم not يتم النفي بإضافة don't وdoesn't بعد الفعل ويكون الفعل الرئيسي بصيغة الفعل المجرد أذا الفاعل اسم مفرد أو الضمائر he وشي وإيد نضيف does ونحملها النوت الصير doesn't ثم فعل مجرد ثم تكمله وإذا الفاعل اسم جمع أو الضمائر I, U, We, They فراح نضيف do ونحملها النوت الصير don't وفعل مجرد وتكمله doesn't وdon't معناهم لا أو ليس ناخذ بعض الأمثلة الوزارية المثال الأول Huda enjoys playing tennis هدى تستمتع بلعب التنس والمطلب negative حولها إلى نفي الفاعل هدى مفرد أحتاج إلى doesn't ثم الفعل المجرد enjoy من enjoys يتحول إلى enjoy يعني نحذف اس الشخص الثالث لأن مطلوب فعل مجرد ثم playing tennis فصير الجملة هدى doesn't enjoy playing tennis هدى لا تستمتع بلعب التنس تسلسل رقم 2 number 2 mazen visits his uncle every weekend mazen يزور عمه كل نهاية أسبوع والمطلب negative حولها نفي mazen فاعل مفرد فنحتاج doesn't ثم الفعل مجرد ثم نكمل mazen doesn't visit رفعنا اس الشخص الثالث his uncle every weekend mazen لا يزور عمه كل نهاية أسبوع number 3 she has a nice dress هي لديها ثوب لطيف أو جميل حولها إلى negative حسب المطلب she مفرد تنزل ثم doesn't ثم have الhas تتحول إلى have مجرد ثم نكمل الجملة فتصبح الجملة she doesn't have and I said right نفي الجملة الإسمية في المضارع البسيط يتم النفي بإضافة not إلى الأفعال المساعدة am انضيف الها not لأن هي فعل مساعد is انضيف الها not هي فعل مساعد or انضيف الها not يعني هي فعل مساعد am not لا النوت ما تدغم مع الـ i النوت لا تدغم مع الام هذه قاعدة إذا الفاعل i نستخدم am ونضيف الها not في النفي إذا الفاعل he وشي وإت أو اسم مفرد نضيف الها isn't نستخدم is ونضيف الها not تصبح isn't إذا الفاعل جمع أو you أو we أو they الفعل يكون are ونضيف لنوت فصير aren't ثم تكمله I am not أنا لا أكون هي she it isn't هو لا يكون هي لا تكون you aren't أنت لا تكون we aren't نحن لا نكون they aren't هم لا يكون هي تصير المعنى I am from Syria negative أنا أكون من سوريا ان في الجملة صارت I am not from Syria أنا لست من سوريا Zaid is a teacher Zaid يكون مدرسا حولها negative حسب المطلب Zaid isn't a teacher مجرد ضفنا not إلى is اتحولت الجملة إلى النفي ونقول Zaid لا يكون معلما they are in the zoo هم يكونون في حديقة الحيوان رايحين زيارة إلى حديقة الحيوان اتحولها إلى negative حسب المطلب الصير they aren't in the zoo هم لا يكونون في حديقة الحيوان ومجرد ضفنا not إلى the art حولت الجملة إلى النفي السؤال في المضارع البسيط السؤال القصير yes no question يعني السؤال اللي يبدأ بفعل مساعد السؤال في الجملة الفعلية نذهب إلى قاعدة السؤال السؤال هو تقديم الفعل المساعد في بداية الجملة فتصبح سؤال هاي قاعدة أعزائي ماذا نحتاج من فعل مساعد نكتب do و does في بداية الجملة فتصبح سؤال إذا كان الفاعل مفرد نكتب does في بداية الجملة ثم فاعل مفرد ثم فعل مجرد ثم تكمله وإذا كان الفاعل جمع نكتب do في بداية الجملة ثم فاعل جمع ثم فعل مجرد ثم تكمله do و does في بداية الجملة يصبح معناهم هل نستعرض بعض الأمثلة نجاة plays tennis well نجاة تلعب التنس بشكل جيد المطلب question حوله سؤال نأتي بdoes في بداية الجملة لأنه نادية مفرد ثم نحذف لأس الشخص الثالث لأن الفعل يتحول إلى مجرد تصبح الجملة does Nadia play tennis well هل نادية تلعب التنس بشكل جيد وعلامة استفهام المثال الثاني نجاة goes to the mall every weekend نجاة تذهب إلى مركز التسوق نهاية كل اسبوع المطلوب question سؤال تبدأ الجملة بdoes فعل المساعد ثم الفاعل نجاة ثم goes نحذف أس الشخص الثالث فتصبح go ثم نكمل الجملة does Nadia go to the mall every weekend هل نجاة تذهب إلى مركز التسوق نهاية كل اسبوع ثم علامة استفهام أعزائي لو كان الفاعل they مثلا جمع they play do they play لو كان الفاعل they هنا do they go السؤال في المضارع البصير السؤال القصير yes no question لأن هذا جوابه راح يكون أما yes أو no الآن السؤال في الجملة الإسمية يتم السؤال بتقديم الأفعال المساعدة am و is و are في بداية الجملة نعلنا أساسا فعل مساعد في الجملة فيتقدم في بداية الجملة ويصبح معناه هل ثم الفاعل ثم التكملة فعل مساعد فاعل تكملة إذا كان الفاعل i الفعل المساعد am هل أكون ثم تكملة إذا كان الفاعل مفرد أو الظمائر he و she و it يكون الفعل المساعد is هل يكون إذا كان الفاعل جمع أو الظمائر you we they راح يكون الفعل المساعد are هل يكون نستعرض بعض الأمثلة they is a teacher المطلب a question زيد يكون مدرسا المطلب حول إلى سؤال نقدم الفعل المساعد is في بداية الجملة ثم الفاعل زيد ثم التكملة وعلامة استفهام يصبح الجواب is زيد أتي شرح الزيد مدرس المثال الثاني they are in the zoo المطلب question هم يكونون في حديقة الحيوان المطلب حول سؤال نقدم are في بداية الجملة لأن الفاعل جمع تصبح are they in the zoo هل هم في حديقة الحيوان المثال الثالث you are a movie fan أنت معجب بالأفلام مولع بالأفلام make a question المطلب أعمل سؤال نقدم are في بداية الجملة لأنه you عندي فاعل جمع are you a movie fan هل أنت معجب أفلام المثال الثالث there is an escalator in the mall هناك درج كهربائي في مركز التسوق حول إلى سؤال question نقدم is في بداية الجملة ثم there الفاعل ثم تكمل on escalator in the mall هل يكون هناك درج كهربائي في مركز التسوق الآن نذهب إلى الماضي البسيط النفي في الماضي البسيط حول الجملة إلى negative الجملة الفعلية النفي هو إضافة note إلى الفعل المساعد هذه قاعدة يتم النفي بإضافة didn't بعد الفاعل ويكون الفعل الرئيسي بصيغة الفعل المجرد يعني انظيف didn't ورى الفاعل والفعل يرجع مجرد هنا الاختلاف عن المضارع البسيط ان جميع الفاعل تعمل مع did الفاعل اذا كان اسم مفرد او جمع او الضمائر i he she it you we they كلها تعمل مع did فنكتب الفاعل مفرد او جمع ثم did ونضيف لها النفي didn't ويصبح معناها لم ثم الفعل المجرد ثم تكملت الجملة نستعرض بعض الامثلة لما استمتعت بلعب كرة الطائرة change the sentence into negative المطلوب تحويلها الى نفي لما في بداية الجملة ثم بعد لما المطلوب نفي نكتب didn't اداة نفي ثم enjoy نحذف اليد وينزل الفعل مجرد ثم playing volleyball تصبح لما didn't enjoy playing volleyball لما لا تتمتع بلعب كرة الطائرة المثال الثاني المشاهدين جمهور بقوا هادئين حولها الى negative حسب المطلب حولها نفي the audience تكتب في البداية ثم اداة النفي didn't ثم انجرد الفعل من الماضي وانحوله الى مصدر ثم التكملة the audience didn't stay very very quiet المشاهدون لم يبقوا هادئين المثال الثالث احمد helped his father yesterday احمد ساعد والده بالامس حول الى negative حول الجملة الى نفي نكتب احمد ثم اداة النفي بعد الفاعل didn't ثم نجرد الفعل من الماضي فيصبح help ثم نكمل الجملة احمد didn't help his father yesterday احمد لم يساعد والده بالامس سارة استمتعت في لعب التنس حولها الى نكتب حسب المطلب نكتب سارة ثم اداة النفي didn't وانجرد الفعل من الماضي يصبح مجرد enjoy ثم نكمل فتصبح الجملة سارة didn't enjoy playing تنس سارة لم تستمتع بلعب التنس نفي الجملة في الماضي البسيط الجملة الاسمية يتم النفي باضافة not الى الافعال المساعدة was و where جملة الاسمية بها فعل مساعد فقط و was و where كان 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 فاذا كان الفاعل اسم مفرد او الضمائر i او he او she او it رح يكون الفعل المساعد was واذا كان الفاعل اسم جمع او الضمائر you we they رح يكون الفعل المساعد where ثم نضيف not الى was و not الى where فتصبح wasn't weren't لم يكون ثم تكمله نستعرض مثالين i was very tired انا كنت متعب جدا المطلب حولها negative لدينا فعل مساعد was فقط ننزل not بعد was او anti المختصر فالصير i was not او i wasn't very tired انا لم اكن متعبا جدا they were at school هم كانوا في المدرسة حولها negative حسب المطلب they weren't at school هم لم يكونوا في المدرسة ضفن not الى where اتحولت الجملة الى نفي السؤال في المناضي البسيط الجملة الفعلية وهذا السؤال هو السؤال القصير اللي جوابه yes او no ويبدأ بفعل مساعد قاعدة السؤال هو تقديم الفعل المساعد في بداية الجملة فتصبح سؤال ونستخدم مع الجملة الفعلية الفعل المساعد did في بداية الجملة لعمل السؤال did الفعل المساعد جميع الفوائل مفرد او جمع مع الضمائر ثم فعل مجرد ثم تكمل they hard to study hard هم توجب عليهم ان يدرسوا بجد question سؤال كتبنا did في بداية الجملة واصبح معناها هل ثم الفاعل they ثم had حولناها الى مجرد اصبحت have to study hard did they have to study hard هل توجب عليهم ان يدرسوا بجد they they traveled to france they سافر الى فرنسا حول سؤال did في بداية الجملة ثم ز ثم traveled نجرد من الماضي ونحول ها الى مجرد did they travel to france هل they سافر الى فرنسا الجملة الاسمية السؤال في الجملة الاسمية تقديم الفعل المساعد was و where في بداية الجملة ويصبح معناها هل كان او هل كان فاذا كان الفاعل مفرد او الضمائر i او he او she او it نستخدم was واذا كان الفاعل جمع او الضمائر you او we او they نستخدم where ثم التكملة نستعرض مثالي علي was very tired علي كان متعب جدا was فعل مساعد يخرج في بداية الجملة ويصبح معناه هل كان ثم الفاعل علي ثم نكمل الجملة was علي very retired هل كان علي متعب جدا they were at school هم كانوا في المدرسة المطلب question حول السؤال where في بداية الجملة بالحل ثم they ثم at school where الفاعل المساعد ثم الفاعل ثم التكملة where they at school هل كانوا هم في المدرسة الآن لدينا السؤال التفصيلي أول مرة نتعرف على أدوات الاستفهام اللي اسمها WH questions أدوات الاستفهام حسب التسلسل والمعنى where أين للسؤال عن المكان who من للسؤال عن العاقل what ماذا للسؤال عن غير العاقل when متى للسؤال عن الوقت why لماذا للسؤال عن السبب how كيف أو كم للسؤال عن الحال أو الطريقة how long كم المدة للسؤال عن المدة how old كم العمر للسؤال عن العمر أعزائي هذه بعض الأدوات الأساسية للسؤال واللي نافعة لكم استعرضناها الآن تركيب السؤال بأداة السؤال إذا اتخدمنا أداة السؤال شو رح يصير تركيب الجملة أداة الاستفرام في البداية ثم فعل مساعد ثم فاعل ثم فعل رئيسي إن وجد أعزائي فعل رئيسي إن وجد يعني أكو جملة فعلية بها فعل رئيسي لكن أكو جملة اسمية ما بها فعل رئيسي بها آم وإز وآر وتكملة ثم التكملة أعزائي أداة السؤال مثل ما لاحظته تحتاج إلى جواب فنكتب الفاعل والفعل من السؤال ثم نكتب الجواب من عندنا السؤال إذا كان بالمضارع جوابه يجب أن يكون مضارع How old are you I am 16 are وآم في المضارع الأفعال are وآم نستخدمها في المضارع What character do you play do بالمضارع play في المضارع السؤال إذا في الماضي How did you get the part السؤال بالماضي see أصبحت so في الماضي فنكتب الفاعل والفعل والجواب من عندنا بعض الأمثلة How old are you كم يكون عمرك الآن ما عندي فعل رئيس الجواب جملة عادية فاعل فعل تكمل جملة اسمية I am 16 أنا عمري 16 سنة What character do you play ما هي الشخصية التي تمثلها What character أداة السؤال do الفعل المساعد you الفاعل play الفعل الفعل الرئيسي ثم تكمل ثم علامة استفام ثم علامة استفام رح يصبح الجواب السؤال ب you يتحول بالجواب إلى I ثم الفعل الرئيسي ثم تكملت المطلوب من السؤال ما هي الشخصية التي أنت تلعبينها هذا سؤال إلى لوسي الجواب I I play the part of Samara أنا ألعب دور Samara فاعل فعل تكملة how did you get the part كيف حصلت على الدور you تتحول إلى I الفاعل ثم كيف حصلت على الدور طريقة الحصول على الدور I saw a poster at school رأيت ملصقا في المدرسة exercise one page twenty eight in your activity books التمرين واحد صبح ثمانية وعشرين في كتب النشاط الموجود لديكم put the words ضع الكلمات in the correct order بالترتيب الصحيح to make questions لعمل أسئلة أعزائي هذا التمرين وزاري ومهم جدا في البداية آليات العمل على هكذا نوع من السؤال يعني شسوي من أشوف هيك نوع من السؤال عندي السؤال نوعين سؤال يبدأ بأداة سؤال وسؤال يبدأ بفعل مساعد هاي أولا يعني أبحث ألقى أداة سؤال أخلي أداة سؤال أبحث ألقى فقط فعل مساعد أخلي فعل مساعد في البداية هذا واحد اثنين أركز إذا السؤال بفواعل اثنين وأفعال اثنين معناه هذا السؤال مركب يعني شنو مركب يعني بجملتين وبيناتهم أداة ربط خاصة بالنسبة الوين وين أغلب الأحيان تستخدم كأداة ربط معناها عندما فإنت إذا مشفت أداة سؤال مو معناها تروح تخلي وين مباشرة إنما تتأكد أكو فواعل اثنين وأكو أفعال اثنين إذن معناها هاي الجملة مركبة ومربوطة بوين هذا أساسي بالعمل يجب أن نعرف معاني المفردات لأن إذا ما تعرف معاني المفردات في مثل هذا النوع من السؤال راح تواجه مشكلة كبيرة أعزائي نبدأ بالسؤال أي نيو جديد وات ماذا أو ما هو يو فاعل أنت كوميدي معناها ساخر إن معناها في بلي معناها يلعب أو يؤدي ذيس معناها هذا كاركتر معناها شخصية تيفي تلفاز دو فعل مساعد الآن نبحث في الكلمات نجد أداة السؤال وط نكتبها مباشرة هذا السؤال يبدأ بأداة سؤال ثم إذا كانت وط تعني ماذا شنو راح يجي ورى ماذا هل يسأل عن شخصية هل يسأل عن لون هل يسأل عن هواية فأغلب الأحيان وط يجي بعدها اسم فراح تكون كاركتر بالتسلسل الثاني راح تصير وط كاركتر ما هي الشخصية أو ماذا تكون الشخصية ثم بعد أن أكملنا أداة السؤال وما يتبعها نبحث عن فعل مساعد وجدنا دو نزلنا دو فعل مساعد ثم الفاعل يو ثم الفعل المجرد ما دام عندك دو إذن عندك فعل مجرد ينزل الفعل المجرد ثم التكمل تصبح الإجابة ما هي الشخصية التي تلعبها في هذا البرنامج التلفزيوني الكوميلي تسلسل بي هابي سعيد قد حصل على يو أنت وير كان أو كانوا ذي ال وين عندما part جزء أو دور يو أنت هنا لقيت وين لكن هي ليست أداة سؤال الدليل عندي يو ثنيا فوائل ثنيا وعندي فعليا وير وقوت إذن معناها إنه هذه وين أداة ربط وليست أداة سؤال إذن هذا السؤال يبدأ بالفعل المساعد وير نزل الفعل المساعد أريد فاعل يو يو وير يو ثم صفه ثم صفه لأنها جملة اسمية وير يو هابي هل كنت سعيدا ثم انتهت الجملة الأولى من السؤال أكتب وين أداة الربط أريد فاعل جملة جديدة أريد فاعل يو ثم الفعل got و the part التكملة رح يصبح السؤال where you happy when you got the part هل كنت سعيدا عندما حصلت على الدور تسلسل see here معناها يسمع the l how كيف news أخبار did فعل مساعد you and الآن أبحث عن أداة سؤال وجدت how نكتب how أحتاج فعل مساعد did أحتاج فاعل بعد you أحتاج فعل مجرد بعد hear ثم أكمل the news how did you hear the news كيف سمعتها بالأخبار تسلسل d play مسرحية the l how كيف أداة سؤال school مدرسة did فعل مساعد about حول أو عن you معناها أنت وهي فاعل find out يكتشف الآن أبحث عن أداة سؤال وجدت how نكتب how أحتاج فعل مساعد أكتب did أحتاج فاعل أكتب you أحتاج فعل مجرد أكتب find out ثم about the school play فتصبح how did you find out about the school play كيف اكتشفت المسرحية المدرسة أو كيف وجدت مسرحية المدرسة exercise four page 29 تمرين رقم 4 صفحة 29 in your activity books في كتب النشاط لديكم another student wrote this منطوق التمرين طالب آخر كتب هذه the information is correct المعلومات صحيحة but there are eight spelling mistakes لكن هناك ثمانية أخطاء إملائية أعزائي ما يهم في هذا التمرين المهم في هذا التمرين هو الأخطاء الإملائية فقط فعليه خلي اهتمامكم وتركيزكم على الأخطاء الإملائية الثمانية وتصحيح Lucy is an actor Lucy تكون ممثلة التصحيح بصفة actor she is in a new tv comedy هي في برنامج تلفزيوني ساخر جديد comedy خطأ والتصحيح بجانبه Lucy plays the character Samara Lucy تلعب دور Samara شخصية Samara character خطأ والتصحيح بجانبه she did an audition أدت اختبار there were about two hundred other girls at the audition هناك حوالي ميتين فتاة في الاختبار كلمة where خطأ هنا والتصحيح بجانبه نفس اللفظ لكن بصيغة خطأ she got a phone call حصلت على مكالمة هاتفية after the audition بعد الاختبار call خطأ والتصحيح بجانبه filming took six month التصوير استغرق ستة أشهر took خطأ والتصحيح بجانبه she had a special teacher لديها مدرس خصوصي و خطأ والتصحيح بجانبه who gave her lessons every day الذي يعطيها دروس كل يوم و كلمة هار خطأ والتصحيح بجانبه إلى هنا أعزائي انتهت محاضرتنا لهذه الساعة أرجو أن تكونوا قد استفدتم شكرا جزيلا لحسن أصغائكم مع السلامة شكرا